السؤال اللي بعد كده بيقول شيخ مراتي بتدي علي انا واولادي ومليت من النصح وسطع عالي اعمل ايه؟ مسألة بسيطة خالص تقعد معا وتسألها هي بتعمل كده ليه؟ لان هي في الحقيقة هي وبتدي عليك وبتدي على اولادها اللي هي بتعمله ده شيء مش عادي وشيء مش حسن وشيء قبيح بس انت بتقول لي اعمل ايه؟ ما بتقول ليش جزاقها ايه؟ انت بتقول لي اعمل ايه؟ انت تحتاج الى ان تعرف لماذا انت تفعل هذا وبالمناسبة عشان قبل ما تروح تسأل وانا بقولك سيكون السبب انت مش الاولاد يعني المسألة انت مش العيال يعني هي هتكون بتدي عليك وعلى الاولاد علشانك انت ليه؟ سمحني اقولك بس اللي بيحصل ده اللي احنا شايفينه ما انت بس قالت سألتني اعمل ايه؟ فانت طالب النصيحة مش طالب الحكم بس مش طالب الحكم بس فنصحتي ان هي بتعمل كده لانها مليئة بحالة من حالات ارادة الانتقام منك وانا مش عارفة تنتقم منك فابتدي عليك وعلى الاولاد لك هي تنتقم ينتقم لها الله سبحانه تعالى طب الحل هو ايه بقى الحوار تروح تسألها يا بنت الحلال هو ايه اللي جرى اوعدك ان اول عشر دقايق سيكون عبارة عن ضرب نار حريقة هتعب في وشك وتقول لك كلام في غاية القسف لو سبرت على عشر دقايق دي هي هتستغرق تقول لي احنا اقبل المهانة واقبل احدش ترب منك ان انت تقبل المهانة بس هذا كله في صدرها ايه ما عنداش شيء تنفسه فبتعمل كده انت واضح كما هو واضح ان ما فيه سبيل للحوار بينك وبينها اقول زيك روح تجاي بتكلمني انا بدل ما تروح تكلمها هي فلزيك انت لازم تروح تكلمها هي ولزيك الشرعي بيقولك روح تكلمها هي انت تروح تكلمها هي يعني سؤالك ليه سؤال جيد عشان انا اقولك ان انت تروح تكلمها هي عشان انصحك هتنفعل وعد زعق هي لو انفعلت وزعقت هي بتعمل الكلام ده لان هي بتحاول تعد الفجوة اللي بينك وبينها فانا رأيي ان الصوت العالي ده ده صراخ عليك عايزك تعدلها انتو بينكم فجوة واحدة هيجي يقولك كده انت بتقول للسيدات ان هي تعالي صوتها على زوجة ما حصلش والله انت مش فهم خلص انا ما تكلم على بخصوص السؤال ده انا ما تكلم على ان فيه مشكلة وهي مشكلة فساد ذات البين فيه فساد فيه قطيعة ما بين الزوج وزوجته اللي اتنين كل واحد واقف على جانباي الشط وما حدش بيعبر التاني لازم واحد فخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالمقاربة خيرهما الذي يبدأ ويقبل وهو يطلب واجه الله سبحانه وتعالى لان هو ده جنتك ونارك وهي كمان جنتك ونارك فلما تعمل ده الله سبحانه وتعالى يجزيج جزاء ان انت تخرج حد من وجعه وقلمه وهو ده دي اللي ربنا جعلها في رعايتك فانت تنقذها من هذا التآكل الذي الذي يحدث لها هي بتفتت بتتحلل من الداخل فانت لما تروح تكلمها بتوقف هذا التحلل هي دون الوقت بتتكلم وبتسرخ بداخلها انا هسألك سؤال لو قالوا لك ان والدتك بتسرخ مش قادرة تتحمل مرض هتعملها تجري عشان تلحقها صح لانها امك مأمور بالبر إليها طب اول ما يوسع العنو العبد ما استرعاه الله مراتك بتعمل مع ايه تحسن إليها دايما الناس يجي يقول لي يعني ينفع ويجوز ان يتعلي سوتها طبما ما يجوز تتعلي سوتها ولكن انت سألتني اعمل ايه ما قلت ديش حكم اللي ايه عملته ايه حكم اللي ايه عملته حرام انت هتعمل ايه واحد عمل في حقك حرام هتعمل انت ايه هتعمل في حقه حلال هتعمل في حقه الواجب وعشرهن بالمعروف هذا هو ما امرنا الله سبحانه تعالى به فعليك ان انت تعمل كده فبتقول لي اعمل ايه روح تكلم معاه وانا قلتلك هه قبل اول ما تتكلم معاه هتنفعل فإيه اللي حاصل اه ممكن انتوا تستغربوا شوية لان ان انتوا تعودين اللي هي اللي حاصل ان في حد دايما يقول لكم الاحكام وما اعملكم مش حل انت هتروح تعمل كذا 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 طب بعد ما يقول لك ان هي قاسمة بتروح تروح واخد الكلمة من من اللي افتاك وتروح تقول لها ايه على فكرة الشيخ قال ان انت هتروح النار فالبيت كله بيروح النار لكن انا بقول لك ازاي تحل ده مش بس حضرت النبي قال الحديث اذا باتت المرأة وزوجه وقع عليها غبان باتت العنم مش ده الحديث بالوحيد في حديث صوته بالنساء خيرة فاحنا لازم نعمل كده لازم نقبل على الله سبحانه وتعالى ونحسن الى زوجاتنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونخرج من هذه الماسي ترجمة نانسي قنقر